موسيقى ايو سيدات والسادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى نشرة اخبارنا المحلية تأتيكم من الكويت ونبدأ بالعنوين مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين الفريق ركن محمد خالد الخضر رئيسا للاركان العامة للجيش موسيقى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية يؤكد على تطبيق الاجراءات القانونية الردعة بحق المتاجرين بالاغذية الفاسدة موسيقى ووزارة الصحة تنفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بوجود حالات ايبولا في البلاد موسيقى اهلا بكم استقبل حضرة صاحب السموية امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم رئيس الاتحاد الكويتي للاسكواش وليد الصميعي ورئيس الوفد المشارك بدورة الالعاب الاسيوية السابعة عشر في انشتون بجمهورية كوريا الجنوبية مشعل الشرقاوي والمدرب ناصر سيد زهران واللاعبين عبدالله المزين وفلاح فايز محمد وعمار التميني كما استقبل الغانم رئيس الوفد المشارك في ألعاب الاسياد وأمين السر العام للاتحاد الكويتي للكاراتيه عماد عبدالستار بهبهاني ومدرب الفريق بدر مخلد الاعتيبي والفائز بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة ألعاب الاسياد راشد فلاح طيري والفائز بالميدالية الفضية حمد نواعم والفائز بالميدالية البرونزية علي حسن عبدالعزيز واستقبل الغانم أيضا رئيس الاتحاد الكويتي لتاكواندو فايز الديحاني والمدرب عقيل عبدالله السنافي واللاعب أبرار الفهد وأعرب الغانم خلال استقبال الوفود الرياضية بالإنجازات التي تم تحقيقها في ألعاب الاسياد مؤكدا ضرورة اهتمام القائمين على الرياضة الكويتية بالألعاب الفردية التي عادة ما تساهم في تحقيق الانتصارات الرياضية اللافتة باسم دولة الكويت عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1436 هجرية يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بأسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو وولي العهد حفظهم الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات والأمة الإسلامية ترفل بأتواب العزة والازدهار ثم اطلع مجلس الوزراء في مستهل اعماله على الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وفخامة فرانسوا هولند رئيس الجمهورية الفرنسية وفخامة كاترين سامبا بانزا الرئيسة الانتقالية لجمهورية أفريقيا الوسطى وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كوميسيك المتضمنة دعوة دولة الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين للكوميسيك المقرر عقدها في مدينة اسطنبول في شهر نوفمبر المقبل كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي بانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة المتضمنة دعوة دورة الكويت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الخاص بالحد من خطر الكوارث والمقرر عقده في سنداي باليابان خلال شهر مارس القادم ثم حاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية العراق يوم أمس على رأس وفد عربي يضم وزير الخارجية والتعاون الموريتاني والأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك انطلاقا من رئاسة دولة الكويت للقمة الخامسة والعشرين وفقا لما تضمنته قرارات مجلس الجامعة العربية وما صدر عنها من تأكيد على التضامن مع العراق ودعم جهودها من أجل محاربة الإرهاب ويعادة الأمن والاستقرار فيه كما أوضح معاليه للمجلس فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع فخامة رئيس جمهورية العراق دكتور فؤاد معصوم وكبار المسؤولين العراقيين والتي تناولت تطورات الأوضاع في العراق وسبل تقديم الدعم لها في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها المنطقة جراء تداعيات العمليات الإرهابية التي تتطلب تضافر الجهود من خلال العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرات الإرهاب على جميع الأصعدة كما حط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد في دولة الكويت الأسبوع الماضي بهدف تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتطوير آليات الحوار والتعاون بينهما والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة ووضع تلك العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة وتأكيد على ضرورة العمل الجاد وليتسنى التواصل لتعزيز التحالف بين الدول لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وذلك من خلال عمل استراتيجي المتكامل يتصدى لهذا الإرهاب وقد شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للمجلس فحوى المحادثات التي تناولت آخر تطورات في المنطقة والقضايا موضع الاهتمام المشتركة بناء على عرض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيسا للأركان العامة للجيش وبناء على عرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ومذكرته الإضاحية والذي يستهدف معالجة بعض العقبات والمثالب التي أفرزها الواقع التطبيقي للقانون من صعوبة عقد الجمعيات العمومية للأندية والذي قد يترتب عليه وقف أنشطتها بقوة القانون وتلافيا لذلك تم أعداد مشروع المرسوم بقانون بتعديل المواد 4 5 12 35 36 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون المشار إليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لحالته لمجلس الأمة كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية الثالثة 2012-2013 ونصف السنوي لخطة السنة الرابعة 2013-2014 وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح تضمن عرضا لمقومات نشاط المتابعة ووصفا لمكونات الخطة السنوية وعرضا لنتائج المستهدفات التنموية وتمويلها ونتائج متابعة الإنجاز والإنفاق لمشروعات الخطة السنوية بوجه عام والمشروعات الكبرى وشركات التنمية على وجه الخصوص كما عرضت على المجلس المشكلات التراكمية التي تواجه تنفيذ الخطة السنوية والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في حل بعض المعوقات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعليقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيفة اليوم معالي رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدسان حيث سلم سموه نسخة من تقارير الديوان عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية 2013-2014 اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم مع قائد القوات الجوية الأمريكية الوسطى الفريق جون هاسترمان والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك لسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وسفير الولايات المتحدة لدى البلاد السيد دوغلس سليمان وعدد من كبار قادة الجيش كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم مع وزير دفاع مملكة الدنمارك نيكولاي وامن والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة زيارتهم للبلاد بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك لسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وسفير الولايات المتحدة لدى البلاد السيد دوغلس سليمان وعدد من كبار قادة الجيش احتفلت البلاد بدكر اليوم العالمي للأمم المتحدة المقام تحت شعار تأثير الشباب الإيجابي على المجتمع والذي أقيم تحت رعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح الذي أكد على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الشباب لتطوير وتنمية المجتمعات استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم الفكرية وتوجيهها الوجهة الصحيحة تمثل الملاذ الآمن للشعوب في التنمية والتطور هذا ما أكده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح خلال الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة أهم شبابنا المحتفى فيهم هذا المساء في يوم الأمم المتحدة وتحت شعار مخصص تأثير الشباب في بناء المجتمعات ونشكر الأمم المتحدة ومكتبهم في دولة الكويت على اهتمامهم بهذه المناسبة المهمة وتكريم مجموعة من المبادرات الشبابية المنتجة الشباب محل رعاية واهتمام من القيادة السياسية ممثلة بسيدة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو الأهد الأمير سمو رأس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم والدولة تقدم كل إمكانياتها لدعم رعاية الشباب وتمكينهم للقيام بواجباتهم وخدمة وطنهم في الحاضر والمستقبل من المفيد أن أكرر بأن وزارة دولة شؤون الشباب أعلنت عن شراكة مع الأمم المتحدة في مجال تبادل خبرات العالمية في الرعاية الشبابية ومن ثم نسعى دائما إلى تطوير هذه الرعاية بتعاون الجميع بتعاون المجتمع وبتعاون الأسرة وبتعاون مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هذه الشراكة والعمل البناء هو السبيل الوحيد لرعاية شبابنا وتوجيههم فيما يحقق مصلحة الوطن الغالي في الحاضر والمستقبل الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام يأتي إحياء للدور الذي تلعبه المنظمة الدولية من أجل إشاعة ودعم الأمن والسلم الدوليين منذ إنشائها أحب أبارك الإخواني وإخواتي المكرمين الليلة من قبل الأمم المتحدة بالتعامع ووزارة الدولة والشنون الشباب هذه النخبة من الشباب من الجنسين هم مثال عالي ومفخرة للدولة في أعمالهم الإنسانية في مبادرتهم العلمية الفنية والأكاديمية يقدروا يرفعون راية اسم الكويت في المحافل الدولية وفي الساحة العالمية اليوم إحنا بعصر العولمة لا يكفي النجاح لما يكون النجاح محلي فقط لا غير النجاح هو النجاح العالمي النجاح هو إثبات كيان وجود الكويت على الساحة العالمية فشكرا لكم يا أخواني أخواتي على إبراز زور الكويت على الساحة العالمية والله كثير من المثالكم احتفال هذا العام والذي يأتي تحت شعار تأثير الشباب الإيجابي على المجتمع يحمل أهمية كبرى في لفت الأنظار وإلى الدور الحيوي الذي يقوم به الشباب لتطوير وتنمية المجتمعات وتحقيقا لمبادئ السلام والاستقرار المجتمعي للشعوب من مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة وتفعيل بنود عقود النظافة للشركات المتعاقدة مع البلدية ومراقباتها في جميع محافظات البلاد وشدد الكندري في كلمة خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية اليوم على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة وتتاولها في الأسواق المحلية من الأفراد أو الشركات وتطبيق الإبعاد الإداري بحق المضبوطين وأكد الكندري على أهمية تفعيل عقود شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود مشيرا إلى أهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقبية للنهوض بمستوى النظافة في كافة المحافظات تشارك الكويت في اجتماعات الدورة الحادية والستين لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية التي تستضيفها تونس ويترأس وفد دولة الكويت وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ترأس وزير الصحة الدكتور علي العبيدي الوفد الكويتي في أشغال اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الحادية والستين التي انطلقت مساءل حد بالعاصمة تونس وتتدارس هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام مواضيع رئيسية مثل طرق استقصال شلل الأطفال وتحديد سياسات الوقاية من فيروس إيبولا ومبادرة التحرر من التبغ ومواجهة العوز المناعي والأمن الصحي العالمي لدينا أيضا تعزيز الصحة في هذا المجال وقمنا بتوعية المجتمع فيما يخص الفيروسات إيبولا وكورونا وما هي أهم الأسباب التي تقوم بهذا الانتشار وكيفية حماية المواطن والمقيم على هذه البلد من هذه الفيروسات ولا ننسى أيضا أن لدينا لجنة خاصة في مكافحة مثل هذه الأمراض ولدينا أيضا تدريب مستمر لمراكزنا ورعاية الصحية الأولية وطبائنا وفنيينا وكل من يقدم هذه الخدمة في المستشفيات في تعامل مثل هذه الموضوع وطبعا ما يؤكد اهتمام دولة الكويت في هذا المجال هو دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح بتبرعه بمبلغ 5 بلايين للمنظمة في تصدي لمثل هذا الفيروس 16 وزيرا للصحة من المنطقة العربية ومديرون منظمات دولية تتقدمهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريتا تشان أشهدوا بجهود دولة الكويت للنهوض بالوضع الصحي عربيا وإقليميا كويت نفذ مبادرات كثيرة خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية وكذلك أيضا في مجال مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري كما أبرز المشاركون الدورة الكويت في مجال البحوث الهدفة للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية وهذا اللي هو سيد وزير الصحة الكويت اللي يأكد عليه هي الوقاية الوقاية هي تكون أولا من المسببات السرطان ثانيا من التحاليل المبكرة اللي نجم يقوم بها بش الإنسان يعني يعرف أنه عنده ساعة ساعة راه السرطان قبل ما يستفحل وكان إنسان يفق به يعني يعالج بصفة بسيطة جدا ومن المنتظر أن يتوج المؤتمر بإعلان استراتيجية عمل في مجال الوقاية الصحية للسنوات القادمة أشهد المشاركون في هذا المؤتمر بجهود دولة الكويت في مجال الرعاية الصحية ومقاومة الأمراض السارية وكذلك بالمساعدات التي تمنحها لعديد دول العالم من أجل مكافحة الأمراض ناجح المساوي تلفزيون دولة الكويت تونس قال الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري إن الوزارة تسعى إلى تنمية قدرات الشباب خاصة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج وأضاف المطيري في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة إطلاق مبادرة خير سفير بالتعاون مع المشروع التعوي الوطني للوقاية من المخدرات غراس إن الوزارة تقدم كافة الدعم لإنجاح المشاريع التي تحقق طموحات الشباب كم هو جميل أن يستطيع الشباب الكويتي تمثيل بلاده في الخارج بمهاراته وقدراته التي ترفع اسم بلده عاليا وكما يقال اغترب طلبا للعلم وكن سفيرا للعلم لذلك فقد نظمت وزارة الدولة لشؤون الشباب مؤتمرا صحفيا بمشاركة المشروع التوعوي للوقاية من المخدرات غراس للحديث عن مشروع خير سفير والذي يخص الطلبة المبتعثين إلى الخارج يعزز الثقة بالنفس ويطور من مهاراتهم وأيضا يمكن الشباب ويعزز مشاركتهم القيادية وهي دائما هذا وزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف الأساسي من خلال تقديم كافة سبل الدعم لهذه المبادرة أما فيما يخص الوقاية فإحنا الحمد لله قمنا في حملة موسعة لمعالجة الظواهر السلبية وأطلقناها في الموقع الإلكتروني لمنح الشباب مشاركة وزارة دولة شباب لمشاريحهم وأفكارهم من خلال هذه المبادرة المشروع التوعوي هو عبارة عن دورات تدريبية تهتم بتطوير وقدرات الطلبة المبتعثين للخارج وأعدادهم لتجربة جديدة تتضمن تحديات كثيرة الكثير من المشاكل التي قد يتعرض لها الطالب في الغربة ممكن أن يتجاوزها لو كان عنده المهارات والقدرات الذاتية مثل ترتيب الأولويات كيفية الدراسة كيفية تعايش مع ظروف الغربة وكيفية أقلم نفسيا ويواجه التحديات كيفية دير ميزانية شخصية كيفية كتب أهدافها كيفية كل هدف يود أن يحققها فإحنا باختصار هدفنا أن نساعده بحيث ينجح على المجال الشخصي والدراسي أثناء وجوده في الخارج خير السفير عبارة عن جرعة مكثفة من الدورات في مهارات الحياة وهي ستنتقل يأما تنتظر الطلبة في الخارج عندما يصلون للكويت تخلق لهم بيئة حافظة عبارة عن جرعات مكثفة من الدورات فترة الأطل أو أنها ستخرج لهم في جدوى المنظم ستذهب إلى بريطانيا ستذهب إلى أمريكا وتستجيب في وقت لاحق لطلبتنا في إستراليا جهود حثيثة تبذلها الكثير من الجهات للدفع بهذا المشروع للأمام لما له من فوائد جم تنعكس بشكل إيجابي على الشاب الكويتي المبتعث إلى الخارج إذن هي جرعات تدريبية في التنمية الذاتية للطلبة تتمثل بمشروع خير سفير هذا المشروع التوعوي الذي يهتم بتطوير القدرات والمهارات للطلب المبتعثين إلى الخارج ديما دحدى لتلفزيون دولة الكويت نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما أثرته بعض الجهات الأعلامية عن وجود حالات مصابة بمرض إيبولا في البلاد مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات على الإطلاق وأوضح مدير إدارة الصحة العامة بالتكليف في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن أحد مراكز الشرطة طلب من وزارة الصحة فحص بعض الوافدات من جنسية أسيوية وإثيوبية كانت متواجدة في أحد مراكز الشرطة والتي تبين أنهن يعانين من التهاب تنفسي علوي ولا توجد لديهن أعراض لمرض إيبولا أو كورونا على الإطلاق السيدات وسادة البقاء لله وحده انتقلت إلى رحمة الله تعالى خديجة نادر مطلب كرم عن عمر ينهز الثانية والثمانين انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورية محمد عبد الله الباذر زوجة حسين عبد الرسول الباذر عن عمر ينهز الرابعة والستين انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعاد طاها عبد الله أرملت ناصر بن صفنان المطيري عن عمر ينهز الثامنة والخمسين إنا لله وإنا إليه راجعون بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام نشرتنا نذكر بالعنوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتعيين الفريق ركن محمد خالد الخضر رئيسا للأركان العامة للجيش وزير المواصلات ووزير الدولة للشؤون البلدية يؤكد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة ووزارة الصحة تنفيه ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بوجود حالات إيبولا في البلاد اشتركوا في القناة